حازم امام عقده بينتهى بناية هذا الموصف في نادي الزمالك الوكيل بتاعه بيعرض على النادي انه في عروض جايله من قندية اخرى مش عايز اقول مثلا من الاتحاد ايه مش عايز اقول اسماء يعني ففي الاعدة الوكيل بيقول يعني لو مش هتجدده الحازم عرفوني لانه انا جايله عروض من كذا وكذا وممكن في يناير يعني النادي يستفيد بحاجة وانه فحازم امام فاجئ الوكيل بتاعه فاجئ الناس وقال له لا انا مش هعتزل الا في نادي الزمالك طب يعني يا حازم يعني لو نادي الزمالك قالك مش هجدد العقد قالك هعتزل مش هكمل انا مش هعايز اعمل تجربة برا نادي الزمالك طبعا حازم امام من قادة وكباتن نادي الزمالك سنه 33 سنة لكن طبعا في المركز ده في وجود المسلوسي لوحده عرض احمد عيد الناشئ اللي كان طالع فاصبح حازم امام له دور كبير جدا وحازم لما بيقى فايق الحياة بيبقى مؤثر جدا في الجانب الايمن لنادي الزمالك فهو طلب هذا الطلب